ترأس سيد الرئيس عبد الفتاح سيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد كما قام سيد الرئيس بوضع إكليل من ظهور على نصب التذكري لشهداء القوات المسلحة وكذلك على قبري الزعيمين الرحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة لعام الفين واربعة وعشرين قام سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركاني حرب القوات المسلحة بوضع إكليل الظهور على النصب التذكري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار ثم قام سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل الظهور على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرتي كما صافح عددا من قدام قادة حرب أكتوبر وعددا من قادة القوات المسلحة وعددا من كبار رجال الدولة ثم توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكبر القبة حيث قام بوضع إكليل الظهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة كما ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية حيث هنى الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات أكتوبر كما عقد السيد الرئيس اجتماعا موسعا مع قيادات القوات المسلحة تناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمهام القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية كما تطرق إلى الأحداث الراهنة التي تمر بها المنطقة في الآونة الأخيرة وفي نهاية الاجتماع وجه السيد الرئيس التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات لتظل راية الوطن عالية خفاقة ينعم شعبه بالأمن والاستقرار في كافة رجوع الوطن